شهدت العلاقات الاقتصادية بين كل من مصر والبحرين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية أسهمت في تدعيم التعاون بين البلدين فالمنامة تحتل المرتبة السادسة عشر في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات يتخطى سلسة مليارات دولار متعددة ومتنوعة هي العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين التي تشهد تطوراً في جميع أوجه النشاطات التجارية والاستثمارية والتنموية كما تشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نمواً متزايداً البحرين تحتل المرتبة السادسة عشر في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري وفقاً للبيانات الرسمية لعام 2019 بإجمالي استثمارات تبلغ ثلاثة واثنين من عشر مليار دولار من خلال ما يقرب من ستة عشر ومائتي مشروع هذه الاستثمارات تتركز في مجالات التمويل والإنشاءات والتصنيع والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلال تسعة أشهر الأولى من عام 2019 بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين نحو ثلاثمائة واثنين وتسعين وخمسة من عشر مليون دولار ومن أبرز الصادرات المصرية للبحرين الأساس والحديد والآلات والمعدات والخضروات والمواد الغزائية كما تقوم القاهرة بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في السوق البحرينية من خلال تصدير السجاد والمنسوجات والأقطان وفي المقابل تتركز الواردات المصرية من البحرين في المشتقات النفطية والزيوت والمنتجات البلاستيكية إذن هي علاقات مزدهرة ما بين مصر والبحرين تقوم على التعاون المشترك في شتى المجالات خاصة الاقتصادية منها